تقرر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ثلاثة بونود متعلقة بقطاع الكهرباء أولها تحويل العقد الموقع مع الشركة اليونانية الملتزمة مع ملدير عمار إلى عقد بي أوتي واجرت الموافقة كذلك على إلغاء مناقصة شراء طاقة بديلة وإعادتها إلى إدارة المناقصات أما البندو الأخير فهو الموافقة على تمديد عقود الباخرتين الحاليتين ثلاث سنوات والقبول بإضافة باخرة ثالثة بقوة 200 ميجاوات مجانا لأول ثلاثة أشهر ومصطلح لأول ثلاثة أشهر يشير إلى أن الباخرة ستبقى أكثر من ذلك وهو ما يعترض عليه نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني كان عرض أن يجي باخرة إضافية بـ 200 ميجاوات أو شوي أكثر لحتى تكون مجانية تقدم طاقة مجانية أيضا ضمن هذا العرض هنا نحن كمان بلنشدد بالنص أن تكون هذه الطاقة مجانية لطيلة تقديمها الباخرة خدماتها وتشغيلها مش لثلاثة أشهر أنت ما ذكره أنا ذكرت أنه هي بالطبع أوقات الذروة ثلاثة أشهر إن كان ثلاثة أشهر الأولى ولا غير ثلاثة أشهر المهم طيلة مدة تشغيلها أن تكون مجانية ولا تشغل تحت أي عقد آخر حتى ما نحكم عن نواية إذا فيه نية تمديدة أو لا غير تمديدة يجب توضيح قرار مجلس الوزراء لحتى العام بنفذ هالقرار من الوزير المختص إلى كهرباء لبنين وغيرها يكون واضح جدا قدامهم ما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت بيانا أكدت فيه أن ما حدث هو بمسابة تصحيح مادي في القرار لكن هذا التصحيح لم يصل إلى الوزراء وحسب مصادر خاصة بالجديد فأن وزير الطاقة سيزار أبي خليل كان قد لفت إلى هذا الخطأ طالبا تصحيحه وأن الاتفاق هو استقضام هذه البواخر لمدة ثلاثة أشهر مجانا ولا يمكن تجديدها إلا بقرار جديد من الحكومة الجديدة في القرار أيضا إمكانية فسخ عقد البواخر بعد سنتين مع إمهال الشركة ستة أشهر وهو ما توقف عنده حاصباني في سنة بعدين إجا عرض أنه ممكن يكون السعر أرخص إذا على مدى أطول فتم اتخاذ قرار بمجلس الوزراء وبعد النقاش أنه نعم ممكن تتطول هذه المدى على شرط أنه يمكن فسخ العقد قبل نهايته من قبل الدورة اللبنانية من دون أن يترتب أي أعباء مالية إضافية على الدورة اللبنانية نتيجة لفسخ هذا العقد بالقرار هذه ليست واضحة كثيرا؟ هذه ما تلعت تتوضحها بالقرار نحن نطلب هلأ أنه تنكتب بوضوح لأنه انوضعت بوضوح بالنقاش في مجلس الوزراء وممكن العودة للتسجيلات للتأكد من ذلك لأنه هذه واضحة جدا أيضا بحسب مصادر وزارة الطاقة فأن إلغاء العقد لا يرتب على الدولة أي أعباء مادية وعن هذا الموضوع أرسل وزير التربية مروان أحمدي كتابا إلى الأمان العام لمجلس الوزراء طالبا توضيح النقاط الواردة في قرارها متسائلا عن مدى الصلاحية المعطاة لوزارة الطاقة التي تتعارض واللجوء إلى إدارة المناقصة وطالب أحمدي بالحصول على النسخة الأصلية من القرار ليبني على الشيء مقتضاه هادي الأمين قناة الجديد